نروح مع حضراتكم من الوقت لمجاز لأهم وآخر الأخبار مع منا تفضل يا مني شكرا هدير أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد الجيش الروسي أن الوضع الميداني في أوكرانيا متوتر بالنسبة لقواته أمام هجوم مضاد تشنه كياب وخاصة في خرسون التي يستعد الجيش لإجلاء سكانها إثر انتكاسات في الشرق والجنوب وأضف الجيش الروسي أنه سيضمن قبل كل شيء الإجلاء الآمن للسكان من خرسون وهي واحدة من أربع مناطق أعلنت روسيا مؤخرا ضمها قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن اعتماد روسيا على طائرات مسيرة لمهاجمة أهداف أوكرانية يكشف أن روسيا أفلست سياسيا وعسكريا وأضاف لزيلنسكي أن استخدام أسلحة غير روسية لمثابة اعتراف من موسكو بفشلها رغم إنفاق الكثير من مواردها المالية لتمويل ترسانة الدفاع في الاتحاد السوفيتي وما بعده على مدى عقود أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف أنه لا فائدة من الحفاظ على الوجود الدبلوماسي السابق في الدول الغربية حيث يعمل الدبلوماسيون الروس هناك في ظروف يصعب وصفها بالآدمية وأضاف لفروف أن وزارة الخارجية تقوم الآن بإعادة توجيه جغرافي للأنشطة في الخارج وفي المكتب المركزي وتحويل مركز اتقال إلى البلدان المستعدة للتعاون مع روسيا قال رئيس لجنة حدود بلاروسيا أناتولي لابو إن دائرة الحدود البلاروسية سجلت خلال العام الجاري أكثر من ألفين محاولة لدفع اللاجئين من بولندا ودول البلطيق إلى بلاروسيا حتى الآن وذكر أناتولي لابو أن محاولة دفع المهاجرين إلى بلاروسيا على الحدود الغربية تحدث يوميا مشيرا إلى حدوث نحو ألف ومائتي محاولة على الحدود البلاروسية البولندية وحدها منذ بداية العام الجاري علن مسؤول أمريكي كبير أن رئيس جو بايدن سيعلن اليوم عن قراره بسحب 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتوالي استراتيجي لضخها في السوق الأمريكية بهدف خفض أسعار المحروقات مؤكدا أن بايدن لا يستبعد سحب كميات إضافية أخرى من المخزون الاحتياطي إذ لزم الأمر أعلن الجيش الكوري الشمالي أنه أطلق تلقات مدفعية كتحذير بسبب التدريبات العسكرية الجارية في كوريا الجنوبية وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء وفي وقت سابق أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت حوالي 100 قذيفة قبالة ساحلها الغربي و150 قذيفة قبالة ساحلها الشرقي قتل ثلاثة أطفال بانفجار عبوة ناسفة في وسط مالي لترتفع بذلك حصيلة قتل انفجار العبوة الناسفة إلى 20 قتيلا على الأقل خلال أسبوع مع انتلاق منافسة الجولة الافتتاحية لبطولة الدور الممتاز لكرة القدم يحل الأهل ضيفا على الإسماعيلي في الخامسة مساء اليوم على ملعب ستاد برج العرب وفي مباراة أخرى لحساب الجولة ذاتها وفي نفس التوقيت يستضيف أم بي فريق بيرامدز على ملعب ستاد بيترو سبوت وعند السبعة مساء يواجه الزمالك فريق سموحة على ستاد المقاولون العرب نهاية مجزة ثامنة عودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل